فمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دور اللجنة الطبية العليا والاستغافات بمجلس الوزراء في التعاون مع الكثير من الحالات والتنصيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التدخلات وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغافات بالمجلس خلال يناير الماضي الذي شهد الاستجابة لنحو 512 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة لتنفيذ قوافل الطبية قامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 5882 حالة بمحافظات البحيرة والبحر الأحمر والغربية